للسكندرانية أنا أدخل علشان أتفرج على أي لقاء أي فيديو أي حاجة لقيت كل الفيديوهات إيد بترسل أو إيد بتنحل بنركز على الحاجة نفسها بالضبط بتعلم الناس ومع ذلك طلع أصوات خلينا نقول كتايب على الفيسبوك تقول إحنا عايزين الفنان السكندري عمر بدران يعمل جداريات مشاريعنا القومة إيه السر يعني هو كان الفترة دي اللي هي كنت نتكلم فيها الفترة اللي فاتت من شغل وكده فلاقيت في حد من الأصدقاء يعني أخذ الصورة وشعرها على الفيسبوك وكده ففجأة عشرة شير عشرين مية متين فالموضوع بدأ ينتشر ينتشر أسعدك أه طبعا حسيت أن جزء من حقك اللي المفترض تاخده بدأ بحب الناس وأعجابهم بشغلك طبعا حاجة مفرحة جدا طبعا الأعمال زي ما أنتم شايفينها إذا كانت عندنا بنتنا داليا بتشتغل على الفيمة الفرعونية المؤسرة في مشروعها وإذا كانت بنتنا مها اشتغلت على الوشوش المصرية الأصيلة في أسوان وأهل أسوان فإحنا عندنا حد اشتغل على الفلكرور المصري شفت شخصية الفلاح وشخصية الصياد وشخصية والبيت المصري وكل حاجة يعني التراث المصري متجسد في الجداريات نفست أي حاجة فيها أستاذ عمر تنفيذ كل ده متنفذ بينتنج كتوال وفي حاجات طبعا نحت لأنا أصلا خليج نحت ففي حاجات متنفذة كده طيب تشرح لنا هنا لأن يمكن لفت نظر الناس الخطوط الخطوط أنا يعني برضو من من طلق أن أنا من نحت أصلا فكان الشكل عندي تكوين بتاعه ونحت شوية وساعدني في ده الخطوط بتاعته علشان أعرف أشتغل عليه الداحت غير التصوير فالنحت بيبقى الخطوط حدة واضحة عشان تنفع تتنفذ على مسطحات خماتها حدة وده اللي ينفع للجداريات وده اللي يخلي فعلا ممكن لو تتنفذ كسراميك أو كرخام أو القطع الأشياء اللي ممكن أو موزيك أو موزيك أو كل ده فالشكل مبسط ومتلخص في وهو في الكلور مصري تاريخ وتراث مصر التراث كله أو يعني هي قصص ما بين العائلة والحب والأغلب الحاجات والبيت المصري الناس اللي قاعدة على التبلية والقصص الأساطير المصرية والحكايات اللي موجودة في التاريخ وقصة حب كمان يعني احنا ما نسللش الموضوع ونسلل في الغيط صح؟ كان في حد صياد سمك أنا كنت حباوي اللي عنده شبكة أيوة الحاجات دي حالية تارى لو جات لك فرصة اني تقالك اتفضل أنا عندي محطة المترو دي أو عندي الميدان دا أو عندي حتى الممشا دا بما انك سكندرانو شايف اني تنفيذها ممكن يكون صعب كلها دا طبعا بنسبة لك فرصة؟ أكيد طبعا أكيد طبعا وفرصة كابلنا استانية كمان احنا في اسكندريال مجموعة كبيرة جدا من النس يعني وطبعا هو قال كلمة عظيمة جدا ان مدرسة اسكندرية دي أستاذنا العظيم عبد السلام عيد أستاذنا العظيم محمد شاكر وجداريات كورنيش اسكندرية وأسد زيتنا في القاهرة تماثيل الميادين ومترو الأنفاء وتماثيل الميادين والعاصمة الإدارية عندنا ناس حلو قوي صحيح دي نحط كل شوية في ميدان تمثال في مشاكل ونرجع نتخانق التمثال دا لا يعبر عن دا علشان يا فندم ما بيرجعوش لبيوت الخبرة الاستشاري الاستشاري أو البيوت الخبرات هي النقابات طب ما يعملوا اتفاقيات تعاون بين المحافظات وبين نقابة الفنوية التسجيلية ما هي النقابات مفروض انها استشاري للدولة لكن محدش بيلجأ استشاري كده بالمجان يعني بالمجان يعني يبقى عندنا بيت خبرة بالمجان ونروح ندور على حيث ندفع فيها فنوية ما عندنا فيها مشكلة ما هو حضرتك زي الأطباء استشاري زي المهد استشاري الاستشاري يقولوا يا جماعة في مشاريع قومي يا جماعة عايزين نشتغل نبعث لهم لسة ناس في كل التخصصات وده اتعمل معنا فعلا يعني وعملوا مسابقة لسة هقولها الحضرتك كل المتخصصين دول عملناها مع الهيئة الهندسية واطلقوا مسابقة وفخامة الرئيس قال الناس كلها تشارك فيها وفعلا طلعت منها جدريات كويسة جدا فعلا وفي ناس اشتركت كويس جدا يعني يعملوا مسابقات يقولوا عايزين استشاريين تخصصات يعني لما نتفرج حضرتك على متر الأنفاء ونشوف الدكتور سامي رفع رحمه رحمه الله عليه ونشوف محمد مكاوي دكتور عمدنا طبعا ونشوف الدكتور شاكر والدكتور محمد سالم رحمة الله عليه والدكتور عبد السلام عيد يا جماعة ده فيه بقى جيوش من أولادهم طبعا وكل حد فيهم شاكرين جدا ما بخالش على إنه يدي لطلبته أعظم وطلابه دول النهاردة عندهم 60 سنة يعني طلابهم تخيلوا بقى الجيل التالي عايزين فرصة جماعة احنا بالمناسبة يا دكتور النهاردة كنا حرسين في اللقاء ده إن يكون معنا نمازج مختلف عندنا بنت السعيد اللي جاي لنا من أسوان وعندنا ابن سكندريا اللي جاي لنا من الساحل فوق ساحل مصر وعندنا بنت القاهرة اللي منصورة اللي جاي لنا بكل جمال الدلتة الفكرة بتاعت الدلتة وخيرها صحيح على رقي كده يعني